تتكدس خزائنهم بأموال العراقيين التي نهبوها طوال مدة بقائهم في السلطة ثم إذا دارت الدائرة وتفاقمت الأزمات المالية من جراء سياساتهم الفاشلة لجأوا إلى الإجهاز على ما تبقى للعراقيين من مصادر يوفرون بها بالكاد قوت يومهم بينما العمل يجري على قدم وساق في كل الدول المصدرة للنفط من أجل دعم مواطنيها وتعظيم فرص الموارد البديلة للدخل القومي بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية وبينما الأفق العراقي معتكر بإرهاصات أزمة اقتصادية خانقة من جراء ذلك الهبوط لم يرى مسؤول حكومة المنطقة الخضراء حلا سوى الاستيلاء على جزء من رواتب الموظفين ثامر الغضان نائب رئيس الوزراء ووزير النفط في حكومة تسيير الأعمال التي يقودها المستقيل عادل عبد المهدي كشف عن وجود توجه لدى الحكومة بتقليص مخصصات الموظفين مؤكدا أن الرواتب زادت كثيرا نتيجة التعاقدات والتعيينات وإعادة بعض المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية ما يعني أن الحكومة باتت بحاجة إلى نحو 45 مليار دولار سنوية لسد هذا العجز في الرواتب مؤكدا في الوقت نفسه أن الراتب الإسمي لن يعتريه أي نقص أو تغيير وينسى الغضبان أو يتناسى أن ذلك الراتب الإسمي الذي لن يمسه النقصان يمثل الجزء الأقل من دخل الموظفين العراقيين بينما التقليص المرتقب سيصيب الجزء الأكبر من دخل هؤلاء ومصدر دخلهم الشهري وبحسب خبراء اقتصاديين فإن حكومة بغداد تنفق أكثر من 45 تريليون دينار سنوية كمخصصات للدرجات الخاصة ما يعني أن الحل الأنسب للخروج من الأزمة الاقتصادية في العراق وتوفير الرواتب التي تؤمن الموظفين وأسرهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة يتطلب تخفيض رواتب الدرجات الخاصة في الحكومة والرواتب التقاعدية للمسؤولين والنواب السابقين فضلا عن إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وإيجاد موارد بديلة للدخل القومي بما يؤمن العراق من الوقوف في مهب رياح تقلبات سوق النفط العالمية ترجمة نانسي قنقر